انا كواحد مهتم بالذكاء الاصطناعي ما ينفعش افوت هذا الفيديو لسام التمن المؤسس لشركة اوبن اي اي صاحبة تشاجي بي تي ودال اي فري ان شاء الله صورة لكن المشكلة ان الفيديو ده تقريبا ساعتين وده كان لقاء مع ليكس فريدمان المعروف طب انا حابب اقولي انا حابب اقول ان ياريت يكون في طريقة من خلالها اقدر اعرف بشكل مسبق هذا الفيديو تفاصيله ايه بيتكلم عن ايه هيلوكف ايه على مدار ساعتين الحمد لله الذكاء الاصطناعي بيوفر لنا هذه الادوات تعالوا نستعرض في هذا الفيديو ادوات مجانية تعمل بالذكاء الاصطناعي اقدر من خلالها اعرف مسبقا هذا الفيديو ايه تفاصيله وكمان بالعربي والبلاش يلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوزيكم الشباب عندي تقريبا اربع طرق من خلالها اقدر اعرف تفاصيل الفيديو الطريقة الاولى هي الطريقة المعتادة من خلال الاضافة او الابداد اللي اسمه ميرلين بتثبته على المتصفح كروم ميرلين بيقدر اهو من خلاله يجيب لي كده ايه بيشفط الكلام وجابهولي بقى ايه كل جزئية زي ما تشافين بالتوقيت بتاعه فانا لو عايز اروح مباشرة لهذا الجزء اضغط عليه واروح له لكن مش دي الطريقة اللي انا احاببها انا عايز حاجة تكتب قدام الملخص واقدر بعد كده اقوله ترجمهولي للعربي لو انا حابب هي دي الطريقة من الطرق المفضلة لي يعني انا فيه اكتر من طريقة انا بحبها جدا دي اولهم اني من خلال جيميناي اقوله سامارايز وتدي له اللينك بتاع الفيديو ويبدأ يكتب لي التفاصيل لكن انا مثلا حابب الكيي بوينتز اتعمق اكتر مع هذا الفيديو اقوله بدأ يكتب لي الكيي بوينتز وهكذا طب اكتبها لي بالعربي ترجم ما صبك الى اللغة العربية بدأ يترجم لي النقاط ابدأ اسأله اي سؤال انت عايزه تعالج بالفيديو وهيجاوبك عليه وباللغة اللي انت عايزها فدي طريقة من الطرق اللي انا بحبها سريعة وبتنجز معايا وجاب لي مجموعة نقاط على طول عرفت ان هناك خلاف مع مجلس الادارة فاكرين المشكلة اللي حصلت مع الشركة وقالوا احنا هنمشي وبعد ما مشوه الدنيا بازت رح مرجعنه تاني بيتكلم في هذا الفيديو عن هذه النقطة بعد كبه يتكلم عن مستقبل الذكاء الاصطناعي وفي النهاية هو متفائل التفائل بشأن المستقبل طب الطريقة دي مش عجباني اوي في احلى منها اه في احلى منها وبردو ببلاش تعالوا نروح للطريقة الاخرى وده طريقة بقى ولا اجمل ولا ارواع هذا الموقع الذي يعمل بذكاء الاصطناعي كلمتكم عنه وبلكده youlearn.ai اقدر من خلال هذا الموقع بحط اللينك وابدأ اسأله بنائشه بقى هذا نقاش فاكريني النقاش مع البي دي اف لأنا هنا بقى بنائش الفيديو طبعا يا طلاب لو انتم عندكم مثلا محضرة طويلة جدا موجودة على اليوتيوب ولازم الدكتور بتاعكم قلوكم لازم تذكروها دي احلى طريقة لاستخلاص المعلومات والنقاش مع الفيديو بهايلي على هيئة خمس نقاط بعدك يقولت له ترجم لي اللي فات ترجم لي ما سبق وهنا زي ما انتم شايفين بقى هي مقسمها للشابترز يعني هناك العادة هنا اهو دي برضو روعة اضغط هنا فدي برضو من النقاط الجميلة انا شخصيا بحب youlearn.ai لانه بصراحة ارى فيه الفائدة كلمت عنه اكتر من مرة على القناة عندي وعلى صفحتنا على الفيسبوك طب تيجوا نشوف طريقة جديدة احنا الحدي دلوقتي اتكلمنا عن كم طريقة اتكلمنا عندي بتاعت ميرلين او بحنا سيبلكم كل الروابط ان شاء الله في التعليقات او في صندوق الوصف الحساب انتم بتشوفوني منين الطريقة التانية جيميناي ما تجربوش الطريقة دي تقولوا بقى ايه جيميناي يبقى كيد تشت جي بي تي برضو هينفع معاه اللي هو المجاني لا ماينفعش طب كو بايلت لا ماينفعش جربت اهو مع كو بايلت قلت عشان افرقكم قال لي انا اسف لا اي ام انا ايبل تسامرايز يوتيوب فيديوز دي بقى طريقة من الطرق اللي انا اكتشفتها مؤخرا ايه هي عن طريق ماي مامو ارجع بقى هنا باك وافرقكم ده موقع روعة حقيقة يعني بيفكرني بكيب ايت بتاع جوجل ده الموقع وليه اكستنشن هنا اي فيديو انا وقف عليه ببساطة باجي على هذه العلامة هذا الامداد واضغط هنا واقول له سيف للفيديو زي متو شايفين كده وبعد كده بقى ايه اروح على الموقع رايت كليك واقول له روح على الموقع طبعا انا مسايفه قبل كده فهيسايفهولي تاني كده يبقى موجود مرتين اجي هنا دي الوجهة بتاعتي اوه تلت مرات بقى طبعا ده كده انا اشيله رايت كليك وديليت فاش اي مشكلة اي فيديو انت حبه اي موقع مش بس فيديوهات ده فيديوهات وصور ووبسايتس ولينكس ودوكومنت وطبعا هنا بيقسمهم يعني هنا ايه لو انا مسلا انا بشكل عام سيفت الفيديو تعال بقى على فيديوز هنا يوريك كل الفيديوز اللي انت مسيفها وهكذا فده موقع من الموقع الرائعة الذي ارى فيه الفائدة فبرده جربوا طبعا ندهم خطط مدفوعة لكن مناش دعوة اي مامو اي اي اجي بقى اضغط هنا الائي كل التفاصيل يعني هو الميزة ان هو مش بس بيسيفهولي ولو على كده يبقى بتاع جوجل احلى لكن لا ده بصوا هنا بقى شايفين الجمال يديني الصمري بالتفصيل وهاشتاكز بس انا مش عارف ايه لازمت الهاشتاكزي عندي لانه حتى المهم عاطيني الصمري ولا اجمل ولا اروع وطبعا هنا الشكل ده جميل او بيجيب لي الثمنية والعنوان وهكذا واللينك طبعا اذا هذي الطريقة رائعة طريقة ماي مامو ايضا يوليرن طبعا في منتهى الجمال جيميني ايضا يتفوق حقيقة على تشاة جي بيتي وعلى كوبالت في هذه الاستراتيجية استراتيجية تلخيص الفيديوهات دايما ليه ما تكلم عن جيميني عن تشاة جي بيتي عن كلود عن كوبالت لانهم مدول العمالك ومدول الكبار اذا هذا هو يا شباب لخص اي فيديو ان شاء الله تكون مدته ساعتين لخصوا في 2 seconds في ثانيتين واعرف محتوى وبعد كده قررت تشوف ولا لا او قبل منسى ما تنسوش بقى تشتركوا معنا على قناتنا على التليجرام لان فيها حاجات حصرية والله مش موجودة على قناتنا على اليوتيوب ولا على صفحتنا على الفيسبوك ولا حتى حسابنا على التيك توك اسأل لكم الرابط في سندوق الوصف ده اللي احب تقوله في هذا الفيديو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا 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 انت استغفرك واتوب اليك